يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين ولدو الجنسيات الأخرى لماذا دمنا المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بك محمود ما جديد اليوم نعم الجديد في هذه الخدمة الإخبارية وفي السياق الذي ذكرتمه فيما يتعلق بالمنظمة الدولية للهجرة أو حتى المنظمات المختلفة اليوم كان هناك زيارة لنائب المدير الإقليمي لمنظمة اليونسيف في وادي كاركر في أسوان لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات صحية ونفسية وطبية للأسر السودانية وفي هذه الزيارة التقى بعدد من السودانيين أو الأسر السودانية الموجودة وكان لديهم بعض الاحتياجات الطبية والأدوية وتم بالطبع التعهد بتوفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وأكد أنه يعني السعداء بتقديم مصر لدعم بما تقدمه مصر لدعم الأشقاء السودانيين وفي الحقيقة هذه ملحمة إنسانية كبيرة جسدتها مصر هنا في مدينة أبو سنبل أو حتى في معبري قسط الوارقين وهذا نرصده من خلال اللقاءات الدائمة مع الأشقاء السودانيين الذين دائما ما يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطات المصرية على استقبال الأشقاء السودانيين وفتح المعابر وتقديم كل الخدمات التي تتجدد يوما بعد يوم فعلى مدار الأربعين وعشرين ساعة الماضية كان هناك عدد كبير من المستجدات فيما يتعلق بتقديم الخدمات وزيادتها وتنوعها فمحافظة أسوان أعلنت عن مد المناطق التي يتواجد بها أكبر عدد من السودانيين في محافظة أسوان بقوافل تموينية غذائية وتوفير عدد كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات السودانيين المقيمين في هذه المناطق والمترددين على هذه المناطق بعد وصولهم من بعبر قسطل ومدينة أبو سنبل خاصة في مركزي إتفو ودراو وأيضا في حي الصداقة الجديدة والقديمة هذا بالإضافة إلى استمرار مد أعمال الإنارة في الطرق المؤدية إلى قرى وادي كاركر خاصة من القارية 3 و 4 و 5 لزيادة عدد الوافدين حتى وقت متأخر من الليل يصلون إلى هذه المناطق بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدم في زيادة عدد الحافلات التي تنقلهم من معبر قسطل ومن مرسى حجر الشمس وأيضا استمرار عمل العبرات والعبارة الأخيرة التي استحدثتها محافظة أسوان حتى تنقل الأعداد الكبيرة التي ربما ستتزايد خلال الأيام القادمة نعم كفيت ووفيت محمود جميل شكرا جزيلا لك